دعت الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية مجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة وكفيلة بوقف العضوان والتدمير وحرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وبمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لجبة الشعب الفلسطيني أكدت الجامعة العربية المسؤولية الدولية والقانونية والأخلاقية لمجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين وأصون القرارات الدولية والعمل على التحرك الفوري بعيدا عن المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين واتخاذ خطوات جادة واضحة بتدبير عملية لإلزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف حربها وعدوانها وانتهاكاتها وممارساتها والخدوع لإرادة المجتمع الدولي في تحقيق السلام العادل لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقه في العودة إلى وطنه وبناء دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لزال الشعب الفلسطيني يحيي ذكر يوم النكبة لتبقى في ذاكرة الأجيال المتعاقبة حتى استعادة الحقوق وتحرير الأرض من الاحتلال الخامس عشر من مايو من عام الف وتسعمائة وثمانية وأربعين شكل أكبر عمالية تطهير عرقي شهدها القرن العشرين نفدتها العصابات اليهودية بحق أصحاب الأرض الحقيقيين وفق مركز المعلومات الوطنية الفلسطينية فإن النكبة شرادت قصرا وبالقوة نحو ثمانيمائة ألف فلسطينية من أصل نحو مليون وأربعمائة ألف إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة كما غيرت النكبة الواقع الديمغرافي للأراضي المحتلة حيث أقيمت دولة إسرائيل على أكثر من خمسة وثمانين بالمائة من مساحة فلسطين التاريخية البالغة قرابة سبعة وعشرين ألف كيلو متر مربع فيما جرى تدمير خمسمائة وواحد وثلاثين من أصل سبعمائة وأربع وسبعين قرية ومدينة فلسطينية ورغم التدمير والقتل والتشريد بقي نحو مائة وخمسين ألف فلسطيني فقط في المدن والقرى العربية داخل إسرائيل حيث ارتفع عددهم ليصل نحو مليون وسبعمائة ألف حتى نهاية عام الفين واحد وعشرين وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينية وبلغ عدد الفلسطينيين في أنحاء العالم أربعة عشر مليون نهاية عام الفين واحد وعشرين وهو ما يعني تضاعف عدد الفلسطينيين نحو عشر مرات منذ عام الف تسعمائة وثمانية وأربعين ويتوزع الفلسطينيون كالتالي ثلاثة ملايين ومئتا ألف في الضفة الغربية منهم أربعمائة وسبعة وسبعون ألف في القدس الشرقية كما يوجد مليونان ومائة ألف في قطاع غزة فيما يتواجد العدد المتبقي في الشتات أي خارج فلسطين التاريخية هي ذكرى حزينة يحرص الفلسطينيون على إحيائها كل عام تمسكا منهم بحقهم في أرضهم وقضيتهم وإيمانا منهم لأنه مضاها حق وراءه مطالب مهما طال الزمان وتركمت التحديات أو الظروف شكرا